في الفيديو ده عايزين نشوف موديل اللين كيبنج طبعا الكود ده انا جايبه من علاجة هب يعني وانا اللي معدله بحيث ان الكود اللي كان موجود علاجة هب هو بيعمل عربية سلف درايفنج يعني ولكن سلف درايفنج بشكل اللي هو الموديل هيتضرب مع نفسه وكده مفيش اي مساعدات انا خلت لين كيبنج بحيث ان هو الوقت بتاع تريني بقى اقل شوية وكمان انا اللي يعتبر ايه اه بساعد شوية بديله كويسة بدل الكود اللي كان مكتوب على كان بشكل اه عشوائي كده يعني ما كانش مزبوط فانا عدلت الكود هتلاقي ان اللي حصل ايه ان في شوية هنا احنا مستخدمينهم اه بعد كده السطر ده بس وظفته ان هو ايه زي ما انت شايف كده بيجيب المسار بتاع نتيجة ان كارلا ممكن ما تفتحش فساعات لو كارلا ما بتفتحش فانت مفروض ان انت تحط المسار بتاع اللي عندك ده هتدخل على الموجودة جوا كارلا بعد كده بعد كده المسار بتاع هو هتحطه هنا والمفروض ان كارلا هتفتح معك بعدين اه زي ما انت شايف كده في شوية هنا دي انا بقول نكبر دماغنا منها دلوقتي ان ما نحتاجها تحت هقول لك هي كانت قيمتها بكم فوق يعني اه بتاعنا اه الوصف بتاعه كالاتي اللي هيحصل ان هو عندنا الكاميرا الكاميرا هتاخد صورة من البيئة الصورة دي بتعبر عن بتاعتي عن وتقدر تاخد معينة اللي هي بتاع العربية عشان تحافظ على نفسها او تحافظ على الحركة بتاعتها في نفس اللين او بتاع العبارة عن تلاتة بس اللي هم خمستاشر من مية سالب خمستاشر من مية زيرو اه هو هي تمشي على سرعة واحدة اللي هي سبعة من عشر طيب هتلاقي ان هو هنا حاطت حاجة اسمها ووظفتها بس ان هي بتسجل الجرافس بتاع اه الاكيوريسي واللوس طيب هتلاقي ان احنا عاملين هنا حاجة اسمها كارلا ده الكلاس ده اه هو ده بتاعتي يعني هتلاقي فيها زي مسلا الامج ويتس والامج هايت هتلاقي فيها الفرونت كاميرا الفرونت كاميرا دي المفروض ان هي اه ده ان لما الكاميرا طلقت صورة هتحط الصورة في الفرونت كاميرا دي طبعا هتلاقي ان انا عامل حاجة اسمها ده هنا انا مخليه واحد من عشرة ده اللي هو مين اللي هو عشان هنا انا مشغل زي ما انت شايف كده عملت كونكتا على كارلا شغلت عشان يبقى فيه عندي ما بين والعربية وبعضهم اه بعد كده استدعيت بتاع بتاع بتاعي بعد كده في اه الفانكشن بتاع طبعا زي ما احنا عارفين ان فيه في الانفايرومينت لازم يكون فيه خاصة باللستب وفانكشن خاصة بالريزيت الخاصة بالريزيت ووظيفتها بس ان لما المصاري ينتهي نعمل تاني ونبدأ من الاول الفانكشن الخاصة بريزيت هتلاقي فيها حاجة اسمها لست للين مش مستخدمة تقريبا هتلاقي فيها حاجة اسمها اكتر دي اللي بنضيف فيها كل شوية عشان لما خلص الابسود بتاعي اقدر ان انا اعمل للاكتورس الموجودة فيهم هتلاقي ان هنا عملنا اللي هو المكان بتاعتي من زيرو لحد تسعة وسبعين دي اللي انا اقدر انزل خلاله من العربية يعني فهو طبعا هيحطها كرقم اه راندم من زيرو لحد تسعة وسبعين يقدر يحط رقم راندم زي ما هو عايز عشان يبقى هو ده المكان او هو ده الابسود الجديد اللي هيبدأ من عنه اه هينزل العربية في الابسود ده بعد كده يضيف الفايكل الايه للاكتورليست الكاميرا كذلك هينزلها بالخصائص بتاعتها ويضيفها برضو في كذلك عندنا اه النفس الحكاية اه اللي بيحصل ان هو هيعمل الكاميرا هتستدعي اسمها بروسس ايميج دي الكاميرا هتستدعيها لما تاخد لقطة لما تاخد صورة الفونجشن اللي اسمها بروسس ايميج موجودة تحت بالشكل ده كده اللي بيحصل ايه اللي بيحصل ان انت ممكن اه تكبر دماغك من شوية دول كده مش مهمين دلوقتي المهم زي ما انت شايف كده اللي بيحصل ان هو بياخد الصورة ولما بياخد الصورة بيحولها بعد كده بيحط الصورة دي في اه اسم كاميرا بس ده كده الوظيفة بتاعي التانية بتاخد الصورة تخزنها بفاريابل اسم فرونت كمان بعدين زي ما انت شايف كده هنا في الريزيت هتلاقي ان احنا برضو ضفنا كوليجان سنسور كوليجان سنسور ده وظفته بس برضو ان هو يقول لي لما العربية تغبط يبقى ده كده المصار انتهى فهتلاقي ان هو كوليجان سنسور ده بيستدعي فونجشن اسمها كوليجان فونجشن ادي كوليجان فونجشن بتخلي بس بفاريابل ان هو بدل ما هو بصفر لا هتخليه بواحد عشان يبقى ايه يبقى ان ده كده حصل كوليجان يعني او يبقى الابسود انتهى فهتلاقي ان انت معاك هنا هنا هيكون بواحد فيدل ان الابسود انتهى بعد كده انا عايز اني ما تنقلش من الريزيت فونجشن دي لاني طبعا انا اول ما بشغل هي اول حاجة بتشتغل معايا فانا عايز ان انا ما تنقلش من الريزيت فونجشن دي الا لو الكاميرا كانت واخده صورة لان الريزيت فونجشن دي هترجع لي اللي هي عبارة عن اللي الكاميرا خدتها فلازم تكون الكاميرا واخده صورة فعشان كده هعمل ان الكاميرا ما اشتغلتش ما اخدتش صورة يعني لازم تعمل وهكذا لحد ما الكاميرا تاخد معاك صورة اه طبعا زي ما انت شايف كده ده اللي بيحصل عملنا اه للفايكل السروت اللي بتاعها بزيرو البريك بزيرو عشان نتأكد ان هي مش شغالة دلوقتي بعد كده بنعمل اللي هي عبارة عن كاميرا زي ما انت شايف تحت كده هتلاقي ان عندنا فونجشن تانية خاصة بالستيب الخاصة بالستيب دي وظيفتها ان هي بتاخد بتاعي الستير وبتاخد وتتحرك على اساسه زي ما انت شايف بنقبلاي السروتل اه بزيرو والبريك بزيرو وهكذا بعد كده نروح نعمل عشان بس نتأكد ان العربية واقف بعد كده اللي بيحصل ان احنا نعمل اه ممكن السطر ده اصلا تسيبك منه يعني ممكن مالوش لازمة لكن انت ممكن اه تشتغل على طول ان انت تقبلاي اللي بتاعتك تقبلاي اللي ستير بتاعك بعد كده تعمل عشان تقبلاي الاكشنس دي يبقى احنا كده عملنا ورلد دو تيك ورلد دو تيك دي بس وظيفتها ان هي طبقت الاكشن وبعد كده هتمكن الكاميرا ان هي تصور صورة عشان نعرف النيكستستيت هكون ايه فالنيكستستيت المفروض ان هو موجود دلوقتي في بعد الورلد دو تيك موجود في اللي هو فرونت كاميرا زي ما انت شايف كده هنا انا عايز احسب الريورد نتيجة ان انا اتنقلت النيكستستيت الريورد بنحسبه على اساس ثلاث حاجات مهمين زاوية العربية مع الطريق فعلشان كده بنحط واي بوينت اه في الرود للطريق معمول لها اه موقعة على الطريق وبالنسبة الفايكل لوكيشن فانا ببقى عايز اعرف احداثي الفايكل لوكيشن واحداثي الوي بوينت الموقعة على الطريق ده بحيث ان من مجموعة الحسابات اللي قدامك دي كده بتجيب لي بوصل في النهاية لهنا كده ان انا بوصل للزاوية الفرق في الزاوية ما بين الطريق والعربية بحيث ان انا عايز اقلل الفرق ده طول مكان الفرق ده قليل كل مكان الريورد عالية فعشان كده طبقت الكوزين كل مكان الفرق ده اللي هو الفرق ما بين الزاوية ما بين الطريق والعربية قليل يبقى ازا قريب من الصفر طبعا الكوزين هكون قريبة من الواحد فعشان كده الفرق ده يكون عالي يبقى الريورد هيكون عبارة عن الزاوية اللي هي الكوزين الزاوية يعني ويكون عبارة عن الديستنس اللي هي عبارة عن مين عبارة عن المسافة ما بين العربية والطريق وكذلك عبارة عن لو حصل كوليجن ولا لا طبعا لو الديستنس كبيرة هكون المفروض الريورد يكون بالسالب عشان كده هنحطينه قدام مسالب كذلك المفروض ان لو حصل كوليجن يبقى فيه يبقى فيه بالسالب وريورد كبيرة كمان بالسالب عشان كده ضربنا في خمسة وحطينه قدام برقم سالب بالشكل ده كده لو حصل كوليجن المفروض طبعا ان الضن بتروه هيرجع الكوليجن تاني يبقى بصفر عشان يستقبل حاجة جديدة طبعا بنعمل زي ما انت شايف كده ثانية نطلع فوق هنا كده هتلاقي ان احنا بنعمل في الستب بنعمل ليه اللي هي السيل في كاميرا والريورد والضن واللاكشن كمان طيب اللي هو الاكشن اللي احنا خدناه ولكن انا ممكن ما اعملش الاكشن ليه لان الاكشن اصلا انا اللي مديه للفونكشن دي اه طبعا انا بس كت الكود ده انا كنت معدله قبل كده اه كتعديل يعني كتجربة انما انا دلوقتي بعدله معاكل الصح برجعه معاكل الصح تاني اللي انت تقدر تستخدمه بالنسبة بقى للاجنت اللي هو الديكيو ان اللي عندي هتلاقي ان انت اه عامل فيها ايه عملنا اه ده عبارة عن هيعمل لي اه اللي هو الموديل بتاعي المين موديل والتارجت موديل الخاص بالديكيو ان بعد كده عندي حاجة اسمها افديت ريبلي ميموري دي بيعمل بيعمل ابندي فيها للترانزيشن الريبلي بافر ده بيحط فيه الترانزيشن كل شوية اه بعد كده المفروض ان انا عندي حاجة اسمها دي الفونكشن بتاعي ده نفس الالجوريزم بتاعي كيو ان بالزبط اه جت اه دي بس وظيفتها ان هي تعمل اه لالاكشن يعني من الموديل بعد كده عندنا حاجة اسمها دي وظيفتها ان هي اه تفضل ما خليها عملية الترين شغالة على طول الى ما لا نهاية جوة يعني تفضل شغالة على طول بتفضل شغالة في الخلفية مع كارلة بكون هي كمان شغالة اه في عندنا فونكشن اسمها دي وظيفتها ان انا لو عامل بادئ من ابتدائية معينة وعايز اعمل يعني انا اه مش عايزه يبدأ من راندم انا معي كويسة عايز ابدأ منها فالريجيت دي وظيفتها ان هي هتعمل للموديل وللتارجت موديل بالويتس دي فتعالى نشوف انا بسالة دي فوق ولا مستدعية فخلاص تعالى هنعمل لها كومنت بحيس ان اعتبر ان احنا هنبدأ من ويتس راندم يعني بعد كده اه بالنسبة للمين المين زي ما انت شايف كده انا هشتغل باف بي اس عشرة اللي هي الفريم برساكندس يعني بعد كده هتلاقي ان انا بعمل للراندم في التلاتة دول اه بنستدعي بنديره اللي هي مية تمانية وعشرين في اه متين ستة وخمسين في تلاتة والاكشن سايز اللي هو تلاتة من نسبة قature اللي احنا هنلوب عليه output بقاعدة المعالقة بعد كده هاوخد منها يعني بعد كده هتلاقي ان احنا عاملين هنا فور لوب على عدد ال копate저 diagnostic الاihin اللي احنا هنلوب عليه بعد كده زي ما انت شايف آآ خلينا الуть خلينا النبي نiada كاميرا بننه في البداية الي هيه التى عن即ط واحد في البداية بعد كده عملناreciت لللمين الığımız واخدنا منها zoom يبقى انا كده معايا ال current state دي دخلناها على موديل اسمه تست موديل الموديل ده بس كنا عاملينه قبل كده وظيفته ان هو يعمل ايه ان هو بتدخله الصورة يطلع لك او يعلم لك على اللينز اللي موجودة في الصورة عشان يساعد الموديل ان هو يترين بسرعة اه فعشان كده او يتعلم بسرعة يعني فعشان كده معانا هنا دي current state الجديدة بتاعتي وال current state هي دي اللي هتدخل طبعا انا طول ما انا موجود في الابسود عمال شغال جوه ال while true وظيفة السطور دي بس ان هي بتحفظ current state وال next state اه في مكان عندي يعني كصور عشان بس ايه عشان ببقى انا عايزة تست ان الكود شغال كويس ولا لا يعني بعد كده المفروض زي ما انت عارف بطبق الابسلون فعشان كده لو الابريدكت راندن فاليو لو راندن فاليو دي اكبر من الابسلون فالمفروض ان انا شغال اه انما لو انا بعمل يعني انما لو انا شغال لو غير كده يبقى انا شغال بختار بعد كده اللي اخترناه من هنا هيتحط فين هيتحط هنا في وزيرو دي هي الاسبيد لان كده كده الاسبيد هو شغال على نفس السرعة اللي هي بتاع الاسبيد كان فيها سبعة من عشرة سرعة واحدة فعشان كده هتبقى زيرو بعد كده زي ما انت شايف الاسبيد بتريترن معاك النيو ستيت والريورد والضان والاكشن المفروض ان الكلام ده كله بيحصل له في الريبلاي ميموري فهتلاقي النيو ستيت اللي احنا حصلنا عليها دي هندخلها برضو على التست موديل عشان يعلم على اللينز اللي موجودة فيها وتبقى هي دي النيو ستيت اللي عندنا دي برضو وظيفتها ان هي بتخزن النيو ستيت في الزاكرة عندي عشان لما انا تست الموديل يعني اتاكد ان هو شغال مظبوط طيب هتلاقي انه وانا بيعمل update للريبلاي ميموري بيحط فيها والاكشن والريورد والنيكس ستيت والضان بتوعنا زي ما انت شايف كده بعد كده هتلاقي اني لما بيحصل ان الريبلاي ميموري وصلت ل5000 يعني تمالت على اخرة انا بقول له اعمل finish يعني اعمل ان انت ريبلاي ميموري انتهت تعمل خلي finish بترو ليه بعمل ده علشان ده انا كنت احتاجته قبل كده وانا بترين الموديل لكن انت ممكن ما تحتاجش ده لان انا كنت بترين بطريقة مختلفة غير طريقة reinforce يعني فانت ممكن ما تحتاجش السطور دي في حاجة يعني وتخليه كمل عادي من غير اي finish ولا حاجة خاصة لو حصل done يعني الابسود انتهى خلاص هيخرج وهيعمل هيفضي هيعمل destroy للاكتورس اللي موجودة في الاكتور لست اه وظيفة مجموعة السطور دي هو اللي كان حاططتها في الكوب بتاعه وظيفتها بس اه ان هي بتسجل المينيموم ريوارد اللي عندي والماكسيموم ريوارد اللي احنا احتاجناهم اه لو انت مش محتاجهم ممكن تشيرهم زي ما انت شايف اه دي مهمة اللي هي ايه ان ان انت لو الابسلوم بتاعتك اكبر من المينيموم ابسلوم اللي عندك اللي بيحصل ان انت بتعمل دي كي للابسلوم عمل تقلل الابسلوم كل شوية لحد ما توصل للمينيموم ابسلوم بتاعتك بعد كده اه ده طبعا خلاص احنا شلنا السطر بتاع finish ده هتلاقي ان انت معاك هنا في الاخر خالص انا حاطت هنا حاجة اسمها بكل فايل بكل فايل ده بس وظيفته ان هو اه ده انا بس عشان كنت بترين بطريقة مختلفة لكن انت ممكن ما تعملش ترين بالطريقة دي اه فعشان كده ممكن انت تشير البيكل فايل ده وظيفته بس انه هو كان بيجمع من الريبلاي بفر الديتا لحد ما يوصلوا خمس تلاف بيجمع يعني لحد ما توصل لخمس تلاف ويخزنهم في بكل فايل عشان مش ده الكود اللي انا كنت بترين بيه كنت بترين بيه كود تاني اه في حاجة تانية هتلاقي ان انا هنا قافل اصلا عملية الترين زي ما انت شايف كده المفروض ان ده الكود الخاص بالترين هتعمل له كنترول زب الشكل ده عشان يفتح بحيث انه هو شغال في نفس الوقت الترين لوب شغالة معاك في نفس الوقت عشان يبقى وهو بيستكشف الانفيرومنت الترين لووب تبقى شغالة معاك في نفس الوقت يبقى الاتنين شغالين مع بعض علشان يحصل اه ترين اه في نفس الوقت اللي بيحصل استكشاف البيه اخلاله انا بس كنت قافل الشكل ده ليه? علشان انا بس من الكود ده كنت بجمع داتا بس ما كنتش بترين كنت عايز اجمع داتا بس. ده كده بالنسبة للكود الخاص بلينكيبينج. هوريكو النتايج بتاعته آآ بس مش بالطريقة دي بالطريقة اللي انا عملت ترين بيها اللي هي بالامتيشن ليرننج هوريكو النتائج بتاعته هكون عاملة ازاي طبعا انت هتفهم الكلام اللي انا بقوله ده اكتر لو انا بشرح باشرح وانت فاهم ماشي ازاي عندك خبرة يعني في الكلام ده هكون فاهم الكلام اللي انا بشرحه بطريقة كويس زي ما انت شايف ده كده الفيديو بعد عملية الترين هتلاقي اللي حصل مسلا انا مسلا شغال هنا هتلاقي اللي بيحصل ان هو بيحاول يبقى مستقر في نفس اللين يعني زي ما انت شايف اللي بيحصل ان في زبزبة كبيرة آآ بس هو بيحاول يبقى مستقر في نفس اللين بالشكل ده كده ولكن الزبزبة دي بتكون نتيجة ايه الزبزبة دي نتيجة آآ اني العملية اللي انا عامل ترين بيها مش عملية ترين بالابسلون آآ مضبوط بالابسلون يعني انا عامل هنا ترين بالجريدي بوليسي يعتبر ليه لاني انا اه واخد الاكشنز الصح وهي دي اللي انا عامل عليها ترين بس انما الاكشنز الغلط مش عامل عليها ترين يعني ما خلتهوش ان هو يعمل للبيئة ليه عملت كده علشان بس اصرع عملية الترين علشان ده محتاج ريسورس كبير كتيرة محتاج ايام كتير ان هو يقعد في عملية الترين فاللي مخلي الزبزبة دي تحصل هو اللي انا بقول لك عليه ده لكن المفروض ان انت لو عملت له ترين صح بيه الطريقة الصح اللي هي طريقة رينفورسمنت ليرنج ان هو يحصل اكس بلوريشن واكس بلويتشن الاتنين مع بعض ما يحصلش معاك الزبزبة دي ويشتغل مزبوط معاك ولكن طبعا محتاج ايام علشان يشتغل معاك صح